بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين أحمده سبحانه وتعالى حمداً يليق بجلاله وعظيم سلطانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وأشهد أن سيدنا ونبينا محمداً عبد الله ورسوله ومصطفاه من بين خلقه وخليله اللهم صلي وسلم وبارك وأنعم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها الأحباب الكرام سلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته هذه كلمة موجزة بمناسبة اليوم العالمي للعمال ويسمى أيضاً بعيد العمال فأقول وبالله التوفيق إن العمل أمر أساسي في تقدم الدول وازدهارها لأن العمل هو الذي تقوم عليه الحضارات العظيمة والله سبحانه وتعالى خلق الإنسان ليكون خليفة في الأرض ولكي يقوم بتعمير الكون لذلك حثن الإسلام على أهمية العمل بإتقان وإخلاص ولا شك أن العمال هم الذين يقومون ببناء المجتمعات وتعميرها كما أن العمل مهم للفرد نفسه لأن الفرد يكسب رزقه من العمل كما أن العامل المخلص يؤجر على إخلاصه في العمل فقد قال الله تعالى هو الذي جعل لكم الأرض ذلولاً فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور واليوم العالمي للعمال هو مناسبة لتشجيع العمال والاحتفاء بهم لأن ذلك يعطيهم الثقة بالنفس ويحثهم على بذل المزيد من الجهد لكي يرتقوا باقتصاد البلد فإن العمل هو العنصر الأساسي في حلقة الإنجاج ولقد عظم الإسلام من شأن العمل مهما كان هذا العمل في المصنع أو في المتجر أو في المستشفى أو في السوق أو في بناء العمارات وتشييل المباني وغير ذلك من الأعمال وعلى قدر عمل الإنسان يكون جزاؤه قال الله تعالى من عمل صالحا من ذكر منثى وهو مؤمن فلنحينه حياة طيبة ولنجزينهم وأجرهم بأحسن ما كانوا يعملون ومن آداب العمل أن الإسلام لها أن يجلس الرجل بدون عمل ثم يمد يده للناس يسألهم المال فالذي يطلب المال من الناس مع قدرته على العمل ظالم لنفسه لأنه يعرضها لذل السؤال وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من المسألة وبالغ في النهي عنها والتنفير منها فقال صلى الله عليه وسلم اليد العليا خير من اليد السفلة وابدأ بمن تعول وخير الصدقة عن ظهر غنا ومن يستعفف يعفه الله ومن يستغني غنه الله وقال صلى الله عليه وسلم لأن يأخذ أحدكم حبله فيحتطب على ظهره خير له من أن يأتي رجلا فيسأله أعطاه أو منعه ويقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه لا يقعدن أحدكم عن طلب الرزق ويقول اللهم ارزقني وقد علم أن السماء لا تنطر ذهبا ولا فضة ومن آداب العمل في الإسلام أيضا أن يكون العامل قويا أمينا والقوة تتحقق بأن يكون عالما بالعمل الذي يسند إليه وقادرا على القيام به وأن يكون أمينا على ذلك العمل الذي يقوم به قال الله تعالى إن خير من استاجرت القوي لمين وأن يكون العامل بعيدا عن الغش والتحايل فالغش ليس من صفات المؤمنين يقول النبي صلى الله عليه وسلم من غش فليس مني فاللهم تقبل أعمالنا وتجاوز عن تقصيرنا وهفواتنا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين